بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين لأن الناس يحتكون ببعضهم البعض دائما فإن مما يحدث بينهم من خصومات يسبح أمرا عاديا لأن الناس تختلف في الأذواق في الأفكار في العقول لكن المشكلة ليست هنا لما المشكلة في أن يفقد الناس أدب الخصام مثلا أن الإنسان لديه صديق بينهما عشرة طويلة جدا امتدت لسنوات لأجل خلاف واحد فإنه يمحو كل تلك السنوات ويقاطع صديقه ويهجره ويخالف حتى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث وخيرهم الذي يبدأ بالسنان فقبنا هذا للأسف هذا الأدب وهذا الخلق العظيم بل قال النبي صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سناء كان كمن سفك دمه أيضا من بعض الأداب المفقودة من الأداب المفقودة أيضا أن البعض إذا اختصم مع إنسان فإنه يشيء ذلك الخصام البعض يذهب إلى مواقع التواصل فيكتب عن هذا الخصام البعض يلتقي بجميع الناس فيحدثهم بهذا الخصام وهذا ليس من الأدب أيضا من المشاكل الكبيرة التي يعانيها الناس اليوم أن الناس لا تكتفي بالخصام بل تزيد عنه إلى الشحناء والبغضاء والعداء وتحرق كل خطوط الرجعة أنا خاصمتك اليوم لكن نترك خطوط الرجعة قد نعود إلى بعضنا غدا مثلا في مواقع التواصل الاجتماع وفي تطبيقات التواصل للنسان يتوجه مباشرة إلى حضر صديقه ومنعه من التواصل هذا من الفجور في الخصومة وهذا من العار أن يحدث هذا بين الأقارب أو بين الأستقاء الإنسان يترك خط رجعة لماذا؟ لأن هذا طريق إلى الشحناء والبغضاء وإلى الحقد ومحرف أن الرجال شد ما يثبت الشحناء في قلوبهم وهذه التصرفات أيضا إذا اختصمنا واعتذر بعضنا إلى بعض فإن من الآداب المفقودة أن البعض يرفض الاعتذاء وهذا ذنب أقبح من الذنب الذي اقترفه صديقك أو قريبك أو حبيبه الإنسان الذي اعتذر إليك عليك أن تقبل اعتذاره أيضا من الأداب المفقودة أن بعض الناس يرفض الاعتذار حتى وإن أخطأ ويتحجج بالسن ويتحجج بمركزه الاجتماعي أنا فلان وأنا طبيب وأنا طيار وأنا إمام وأنا شيخ وكذا هذه المراكز الاجتماعية لها علاقة لها إن أخطأت قدم اعتذارك للناس والكبار يفهمون على أن الأعتذار خلق نبيل وخلق راقي ومن لا يعتذر عن أخطائه تكبرا فهذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مهم جدا حديث يتحدث عن المتكبر وهو الكبر بطر الحق وغمط الناس غمط الناس احتقاره وبطر الحق يرده يعني أنت تعرف أن هذا الشخص على حق وأنك أخطأت في حقه وأذنبت ولكنك تتكبر هو الذي عليه أن يعتذر أنا أكبر سنا منه حتى وإن أخطأت فعليه هو أن يعتذر الله عز وجل لا يقبل هذا لأن الله حرم الضلم على نفسه فقال عبادي إني حرمت الضلم على نفسي فلا تظالمه إذن أدب الخصام أن لا تشيع الخصومة بين الناس اختصمت مع فلا فلتبقى الخصومة بينك وبين فلا لا داعي لإشاءاتها في مواقع التواصل الاجتماعي بين الجيران في الشارع في العمل إلى غير ذلك أيضا لا تحرق كل المراحم قد تحتاج هذا الإنسان قد تحتاج إلى خط رجعة لا تحرق كل المراحم كن عاقلا في الخصومة وأما الاعتذار فإنه خلق نراق خلق الناس الذين يتصفون بالنبل والمروعة والشهام ومن تزين بخلق الاعتذار حين يخطر أحبه الناس لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه والاعتذار خلق المتواضعين والتكبر عن الاعتذار هذا خلق إبليس الذي رفض أمر الله عز وجل بالسجود لآدم سجودة كريم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد اشتركوا في القناة